قسطرة القلب دي والجديد في السمامات اللي انتو بتعملوه واللي انتو اعلنتو عن نجاحه هل تقدر تتعامل مع كل المشكلات بتاعت القلب ولا هي مشكلات معينة هي اللي بتتعامل معاها بوسي حضرتك السمامات دي تطور حديث جدا قبل كده ما كانش حد بيحلم انه اركب السمام بالقسطرة مش بالجراحة هم اصلا مستصعابين لتركيبه بالجراحة السمام الصناعي ده ليه عمر ده حاجة ايه انت لما تشتري تلاجة في البيت او غسالة بتقولي عليها ايه معمرة فالسمام دي بتعيش معك قدينة مثلا مثلا عشر سنين عشر سنين كذلك اي حاجة مصنعة هي الماكسوم بتاعها من خمس لعشر سنين انت شريها لانها معمرة حل حتجيبيها النهاردة واتقعد تلاتين سنة بعد عشر سنين السمام الصناعي اللي بيركبه الجراحة بعد عشر سنين حيتشات حيتغيى ثمان عشر سنين تغيى طفل اللي احنا بنستلمه استنه سنة عايز يركب السمام عند عشر سنين يبقى عند عشر سنين حيركب سمام عند عشر سنين يركب سماء وعند 30 سنة حيدخل الجراحة كم مرة؟ طب يبقى في الأسطارة أسهل وأبسط وأخذت وطأ كتير يعني أنا لما أدخله أقول أنت هتعمل عملية الإصلاح مرة واحدة مرة واحدة في الأسطارة مرة واحدة؟ مرة واحدة هتعمل عملية إصلاح الجراحة ليه إيه بقى يا دكتر الشحنة؟ إصلاح جراحي أي أن كان، أي أن كان العيب هنصلحه، إذا احتقت للسمام مش هندخلك الجراحة بقى تاني هنعمل لك أسطارة، هنعمل لك أسطارة وبعدها بعشر سنين، هنعمل إيه؟ أسطارة وبعدها بعشر سنين، نص ساعة ها، هتمشي تاني يوم، مش هتتحجز بقى أيها بس، كل أنواع المشكلات القلب والعيوب يمتع لها أسطارة؟ يا دلوقتي، يتحول كله معظم الحاجات بقى تتعامل بالبصد معظم الحاجات، الحاجات اللي لسه فيها جراحات حيعمل الجراحة مرة، والإصلاح والمتابعة وكده بعد كده، بالأسطار طب، أنا بسمع، دكتور راشد برضا عشان القلب يبقى إحنا مع بعض في الحوار أنا بسمع إن في عمليات بتتعامل للأطفال وهم في رحم أو في بطن مامتهم لما يحصل، لما يكتشفوا إيه؟ يعني برضو ده مهم لكل أمر هل هنا حامل فحوصات قبل الولادة؟ عندها مشكلة؟ بالذات؟ مهمة عشان أكتشف وأقدر أعالج القصة بدري؟ وإيه الفحوصات دي؟ طبعا، زي ما كالدكتورة سونية بتقول إن في حاجات ورصية متلازمات بتتشخص أو في عائلات بيبقى فيها لتندنسي إنه بيبقى أطفالهم عندهم عيوب خلقية إما من نفس النوع أو من أنواع مختلفة لما بيبقى في طفل جاء له عيب خلقي في القلب والطفل الثاني جاء له عيب خلقي في القلب فبنبعاته دايماً يعمل فحص موجات صوتية على الجنين قلب، يعني أكو على قلب الجنين وبنتابع، وبتعامل الحكاية دي عنده أول ما يبقى طفل عنده عشرين، خمسة، عشرين أسبوع بحيث نبقى عارفين إيه نوع العيب الخلقي اللي عنده وبرضو بيعمل صنار اللي هو رباعي الأبعاد أو الفور دي ألترا ساوند اللي بيتعامل اللي هو كانزامان 3D ودلوقتي فور دي بيعملوه طبعاً داكاترة الفيتل مادسن أو طب الجنين أو النسا والتوليد في بعض الحاجات ممكن نتدخل فيها أثناء الطفل ما هو جنين حاجات يعني طبعاً على حسب المراكز ممكن يتم نقل دم ليه ممكن يتم عمل عملية جراحية للحبل الشوكي ممكن عن طريق المنظار يعني بيخشوا بالمنظار جوه الرحم ويعملوا العملية بالمنظار بالنسبة للقلب طبعاً فيه مراكز متقدمة دا طبعاً الكلام دا محتاج براكتس رهيب ومحتاج مراكز عالية جداً جداً ممكن طبعاً المسانة بيبقى فيها انسداد ممكن برضو تتوسع عن طريق المنظار ممكن الحال بيبقى فيه ديء وعامل تضخم شديد وتكيوسات في الكلا عند الأطفال فدي كل ديء حاجات ممكن تتعامل للطفل الجنين والقلب طبعاً توسيع استمام بنفتح الهواف السينوزز الفلموري السينوزز طبعاً أو تفتح الـ PFO بي عمليات أمينة يعني أنا وأنا حيامل فيبني وبيتحصل لكل العمليات دي أنا صحيتي أمينة وهو صحيته أمينة مفروض وإلا ما ندفعج يعني نسبة نجاحها نسبة كبيرة بحاجة معقدة يعني بقى يعني كل المشاكل اللي يسأل في ذلك طبعاً اللي بيشتغلوا الطب الجنين لجنين يعني أظن أن هما بيبقوا فعلاً عندهم حاجات يعني طبعاً اللي بيتدخل ده بيتدخل لأن الطفل لو ما تدخلش فيه دلوقان مش أوبشن حيموت حيموت حيبقى طفل يعني